الملك حمد بن عيسى آل خليفة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة إضافة إلى مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والقضايا موضع الاهتمام المشترك وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدة لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي دكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس بعثة الشرف وعدد من كبار المسؤولين وقد أدى ثلاث من حرص الشرف التحية لجلالة الملك المفدة وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة حفظه الله لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله لبحث التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة وذلك استبرارا للتنسيق والتشاور المتواصل بيننا يكل ما فيه خير بلدينا وشعبينا ودولنا وشعوبنا الخليجية الشقيقة كما يسعدنا أن نعرب عن عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي أرستها ورصختها وشائج القربة القوية وروابط الإخاء والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين والممتدة إلى جذور التاريخ العريق لبلدينا وتعززها الثوابت والرؤى المشتركة التي تزيد هذه العلاقات صلابة على مر الأيام وتمضي بها على الدوام إلى أفق أرحب على المستويات كافة ولا يفوتنا أن نشيد بالمواقف الثابتة والمشرفة للشقيقة الكبرى بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الداعمة والمساندة لمملكة البحرين في كل ظروف والمواقف لحفظ أمنها واستقرارها في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية كما نود بهذه المناسبة أن نعرب عن خالص تهانينا إلى أخينا خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين على الإنجازات التاريخية المهمة التي تشهدها هذه الأيام المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة ومختلف المستويات بفضل قيادتهم الحكيمة حفظهم الله من أجل خير تقدم ورفعة المملكة الشقيقة ومصلحة الشعب السعودي الشقيق كما نجدد تأكيدنا على وقوف مملكة البحرين التام والثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية في تصديها للإرهاب بجميع أشكاله وضد كل ما يدعمه أو يموله وفي جهودها المباركة والرائدة بقيادة أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتعزيز اللحمة ووحدة الصف لمواجهة كافة التحديات التي قد تهجد أمن منطقتنا أو تنال من مقدرات أمتين العربية والإسلامية بما يحفظ أمن واستقرار دولنا وتمكينها من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها وتحقيق المزيد من التقدم والرخى ختما ندعو المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والأسرة المالكة الكريمة ويسبغ عليهم موفور الصحة والعافية وطول العمر ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أذا وكان جلالة الملك المفدى قد غادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته في وقت سابق من اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيق رافقت جلالة الملك المفدى السلامة في الحل والترحال اشتركوا في القناة